السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي سنبدأ اليوم بالوحدة الثامنة والتي هي في العادة مراجعة للوحدات الثلاث التي قبلها بكل ما ورد فيها من معلومات طبعا هو تحدي الإجابة بشكل صحيح هل هناك أي خبز من أجل غدائنا المخبز مقابل دكان قصاب هل هناك أي تفاحات من أجل نزهتنا ذهبنا إلى مصر في العطلة نبدأ الآن بالأسئلة طبعا أنتم مطالبون بمراجعة المعلومات في الوحدات الخامسة والسادسة والسابعة من أجل الإجابة الصحيحة هل هناك أي تفاحات؟ هل تريد عصير الليمون أو الشاي؟ أين هو المصرف؟ نجد أن هنا صيدلية وهنا المصرف فما موقع المصرف منسبتي لها؟ أين كنت في الساعة السابعة اليوم؟ 5. Her or hers This is Noor's pencil case It's her or hers 6. Where are you going to go on holiday؟ أين ستذهب في العطلة؟ 7. What did you do on your holiday؟ ماذا فعلت في عطلتك؟ 8. What souvenir did you buy for your friend؟ ما الشيء التذكاري الذي اشتريته لصديقك؟ الآن مجموعة الأسئلة الثانية 1. Is there any rice؟ هل هناك أي أرز؟ No وسنكمل الإجابة الشورت آنسر الإجابة القصيرة 2. Would you like milk or orange juice؟ هل تفضل الحليب أم عصير البورتقال؟ 3. Where is the butcher's؟ أين هو دكان القصاب؟ هنا المصرف وهنا القصاب وبينهما شارع 4. Where were you at 8 o'clock this morning؟ أين كنت في الساعة الثامنة هذا الصباح؟ 5. My, mine These are my new shoes. They are هل نقول بعدها my or mine؟ 6. Where are you going to go on holiday؟ أين ستذهب في العطلة؟ 7. What did you do on your holiday؟ ماذا فعلت في عطلتك؟ 8. What did you see on holiday؟ ماذا رأيت في عطلتك؟ 8. Now listen to an email to a friend بريد الكتروني أو رسالة الكترونية إلى صديق في هذا الإيميل يجب تغيير كل الكلمات المكتوبة باللون الأزرق من المضارع إلى الماضي 9. Now to أكتب اسم الصديق الذي أرسل له الإيميل 10. Subject الموضوع my holiday was great عطلتي كانت عظيمة رائعة 10. أنا سأقرأ النص كما هو وأنتم تغيرون الأفعال التي عليها أرقام والتي باللون الأزرق إلى الزمن الماضي 10. My holiday is great 10. We went to Egypt 11. We fly there by plane 12. It was my first time on a plane 11. كانت المرة الأولى لي على طائرة 12. And it was very exciting 13. وكانت مثيرة للحماسة 14. My little sister doesn't like it and she cried 14. أختي الصغيرة لا تحبها وكانت تبكي 15. We do lots of fun things and see amazing places 15. لقد قمنا بالكثير من الأشياء الممتعة ورأينا أماكن مدهشة 15. I like the pyramid the pyramids best because they are very big and very old 15. أنا أحببت الأهرامات أكثر شيء لأنها كانت كبيرة جدا وقديمة جدا 16. I rode on a camel with my dad and that is fun 16. ركبت على جمل مع والدي وكان ذلك متعة 16. Camels are very big 17. الجمال كبيرة جدا 17. This photo is of a big market we went to 18. وهذه الصورة هي لسوق كبير ذهبنا إليه 18. I buy lots of souvenirs and presents here 19. اشتريت الكثير من الأشياء التذكارية والهدايا هنا 19. Look at some other photos I take 20. انظر إلى بعض الصور الأخرى التي التقطتها 21. What can you see? 21. ماذا يمكنك أن ترى? 22. This is my quiz for you 22. هذه حزورتي لكم 23. email back and tell me 24. أرسلوا لي بالإيميل وقولوا لي أخبروني 24. Ryan 24. Ryan 25. الآن هنا يجب كتابة الكلمة أو الفعل بشكله الصحيح 25. لديكم من number one to number nine 25. فيجب كتابة الفعل الصحيح هنا 25. Now it's our activity book page 104 25. الصفحة 104 من كتاب النشاط 26. Exercise A 26. Circle the odd word 27. أحد الكلمة الغريبة 27. number one 27. China 27. Thailand 28. India 29. Basra 29. England 29. ما الكلمة الغريبة هنا؟ 29. number two 30. طبعا كلها أسماء 30. لبلاد 30. لكن فيها اسم لمدينة 30. فهي الكلمة المختلفة 30. number two 31. Swam 32. Boat 33. Lived 34. Learned 34. Made 35. سبحة 35. اشترى 36. عاشة 36. تعلم 36. صنع 37. الشيء المختلف 37. هناك شيء مختلف 37. في أحد الأفعال 37. number three 38. Snake 38. Kangaroo 38. Panda 39. Fish 39. Lion 39. أفعى 39. كنغر 40. حيوان الباندا 40. سمك أو سمكة 41. وأسد 41. ما المختلف 41. Number four 42. Mountains 42. Sandwiches 42. Seas 43. Rivers 43. Lakes 43. جبال 44. شطائر 44. بحار 45. أنهار 45. بحيرات 45. نوم بفايف 45. intelligence 45. لايزي 46. ماكروني 47. فريندلي 47. دينجرس 48. ذكي 48. كسول 49. الماكرونة 49. ودود 49. خطر 49. شوپنج 49. تنس 49. كراتي 50. روينج 50. باكسينج 50. تسوق 50. لعبة 50. التنس 50. الكاراتي 50. التجديف 51. الملاكمة 51. ما هي مجموعات هذه الكلمات؟ 52. يعني 52. لدينا 52. أفعال غير نظامية 53. سبورتس 53. رياضات 54. صفات 54. حول عالمنا 54. لاند آنيمالز 55. حيوانات برية 55. كونتريز 55. بلدان 55. المقصود أنه هذا السؤال مرتبط بالسؤال الذي سبقه 55. فغروب ون 56. كلمات المجموعة الأولى كانت تدل على 56. بلدان 56. نومبا 56. جروب ستو 56. كلمات المجموعة الثانية 56. ماذا كانت 57. إيريغلا 57. كانت أفعال غير نظامية 58. إذن الكلمة المختلفة 58. كانت فعل نظامي 59. جروب ثري 59. ماذا كانت 59. كلمات في المجموعة الثالثة 60. لاند آنيمالز 60. كانت 60. حيوانات برية 59. فيها فقط أحد الحيوانات المائية وهو المختلف 59. جروب فور وردس 60. كلمات المجموعة الرابعة 60. كانت 60. عن عالمنا 61. فما الذي كان مختلفا فيها 61. جروب فايف وردس 61. كلمات المجموعة الرابعة 62. كانت عبارة عن 62. صفات 62. جروب 6. سيئة 62. أما كلمات المجموعة السادسة 63. فكانت 64. فكانت 64. سيئة it's 65. Our activity book 75.O.% 67. lesson 2 page 105 66. Let's remember 33. دعونا نتذكر 66. You can't count لمند 67. لا يمكنك أن تعد عصير الليمون 68. But 68. You can count 68. Tins of 69. ولكن يمكنك أن تعد علب العصير فنحن نقول هل هناك أي عصير ليمون ونستخدم نتعامل مع الغير المعدود تعاملنا مع المفرد هل هناك أي علب من عصير الليمون أما إذا كان معدودا فنستخدم تمرين هو عبارة عن مجموعة كلمات متعلقة بالأطعمة أو مشروبات إذا كان الكلمة معدودة countable أستطيع أن أعد countable أضع الإشارة هنا إشارة الصح لا أستطيع أن أعد uncountable غير معدود أضع الإشارة هنا now tins of lemonade علب معدنية من عصير الليمون salad salata water ماء cherries كرز eggs بيط meat لحم rice الروز box of chocolates صندوق من الشوكولة milk حليب bread خبز cookies بسكويت أو بتفور cheese cheese jubel thank you very much enjoy your English lessons تعالش أكس الروز ترجمة اشتركوا في القناة